السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء لبناتنا العزاء طلاب السنوية العامة أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم معاكم سيد محمد الورداني خبير مادة الأحياء والجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم نعرضه نستكمل لقاءنا في الفصل الرابع المناعة في الكائنات الحية نستكمل معنا باقي مكونات الجهاز المناعي في لقاءنا الماضي بدأنا مكونات الجهاز المناعي في الإنسان واكدنا على الأعضاء الليمفاوية المختلفة فشفنا بعض هذه الأعضاء كان وظفته إنتاج الخلايا الليمفاوية بأنواعها المختلفة وشفنا مع بعض إزاي نخايا العظام قام بالدور دوتا البعض كان بيعملوا في 20% من الخلايا الليمفاوية زي ما قلنا برضو ده 20% دولة نضجوا داخل نخايا العظام ممكن حصولة خلايا باقية وخلايا قواتلة طبيعية بينما 80% من الخلايا الليمفاوية نضجت وتميزت داخل الغدة التيموسية كلمنا وقلنا أعضاء الليمفاوية أخرى كانت وظفتها تغزين الخلايا الليمفاوية المختلفة فشفنا وظفة التغزين كانت واضحة جدا في الطحال كانت واضحة جدا داخل اللوزتين داخل بقع بير داخل العقد الليمفاوية المختلفة شفنا بعد كده يمكن النهاردة من المواضيع المهم عندنا ناخد الخلايا البلعمية الكبيرة أخذنا في اللقاءنا الماضي الخلايا الليمفاوية المختلفة سعى كانت الخلايا الباقية أو الخلايا التائية أو الخلايا القاتلة الطبيعية ففي اللقاءنا الماضي انتهينا من أولا وثانيا نعرض بمشية الرحمن معانا الخلايا البلعمية الكبيرة أكثر خلايا عندها القدرة من هي تهاجم المايكروباط والأجسام الغريبة وتتغذى عليها وتلتامة نعرضه هناخد مركبات أو مواد كيميائية مساعدة ويمر علينا أربع مركبات هامة جدا 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 هنحس بدورها المناعي إيه داخل جسم الإنسان هناخد برضه أنواع أخرى من خلايا الدم البيضاء وننتهي بسادسة عندنا الأجسام المضادة يبقى كده عندي إيقونات الجهاز المناعي خلصنا أو أولا أو ثانيا بأننا كده سالسا ورابعا وخامسا وسادسا دولة مواضيع لقاءنا اليوم بمشيط الرحمن نبدأ بخلايا الدم البيضاء كنا نوهنا عنها في لقاءنا الماضي وإشارنا إلى أن نخاء العظام هو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم سواء كانت الحمراء أو البيضاء بأنواعها المختلفة عشان كده بنأكد مع بعض مرتين الذي ينتجها داخل الجسم هو نخاء العظام طيب سؤالنا الوقت بقى يا ترى ما أنواع خلايا الدم البيضاء كنا قلنا في اللقاءنا الماضي من 20-30% من خلايا الدم البيضاء كانت عبارة عن خلايا اليمثاوية طب باقي أنواع خلايا الدم البيضاء نعرضه هنستعرض باقي الأنواع بقى مع بعض هناخد الخلايا القواعدية هناخد الخلايا الحامضية هناخد كمان الخلايا المتعدلة هتمر علينا كمان الخلايا وحيدة النواة يبقى كده في عندي أربع أنواع مختلفة من الخلايا بالإضافة إلى الخلايا الليمثاوية اللي درسناها قبل جلد طيب سؤالنا الوقت بقى كيف يتم التمييز بين هذه الأنواع المختلفة؟ نأكد مع بعض نستطيع أن نميز بينها عند الفحص المجهري من خلال مقارنة أحجامها فبنجد مثلا الخلايا وحيدة النواة هي الأكبر حجمة في مجموعة هذه الخلايا والخلايا الليمثاوية هي أصغر هذه الخلايا حجمة بينما يتقارب حجم الخلايا القواعدية والحامضية والمتعدلة لون الحبيبات الظاهرة به الحبيبات اللايسوسومات اللي بتوجد بداخلها واكتسبت لونها هنا من لون الصبغة اللي وضعت عليها من أجل فحصها أسفل المجهر بمعنى أن خلايا الدم البيضاء في العموم هي خلايا شفافة هي أصغب ملاحظتها أو يأصغب رؤيتها عشان كده بنأكد كان لابد من وضع صبغة عليها تقدر الصبغة دي تلون أجزائها ونقدر نشوف من خلالها الأجزائي المختلفة دي عشان كده سميت خلايا قواعدية عشان نقدر نشوفها كان لابد من إضافة أصبغ قاعدية على خلايا الدم لنتمكن من رؤية الخلايا قاعدية أما الحامضية فكان لابد من إضافة أصبغ حمضية على خلايا الدم من أجل رؤيتها برضو فحصها هنا متعدلة صبغة برضو متعدلة فهنا بنقول لو نقدر نميز مجاريا من حجمها أو لون الحبيبات الظاهرة بداخلها نتيجة صبغة بأصبغة مختلفة طب وظفتها إيه بقى خلايا الدم البيضاء سيكون قاعدية أو حامضية أو امتعدلة بناكد أن هي يمكنها التهم يمكنها بلعمة يمكنها ابتلاع الكائنات الممرضة وبعد كده بيبقى عندها حاجة اسمها ليسوسومات حويصلات اللي بداخلها أو الحويبات اللي بداخلها في الغالب بتبقى ليسوسومات بها إنزيمات هاضمة إنزيمات هاضمة دي بتعمل إيه بقى طبعا بتيجي على البكتيريا أو مصدر المايكروب أو الإلتهاب بص بالله إيه بتقدر إن هي تحلل هذه الكائنات الممرضة تماما وتقضي عليها تماما يبقى بتلتعامها بتبعت للمايكروب بداخلها ليسوسومات فيها إنزيمات هاضمة تحللها وتقضي عليها تماما الحويبات اللي بداخلها زي ما هو أنها بتفتت خلال كائنات الممرضة المختلفة طيب دي عمرها دي تبقى في الدم فترة قصيرة قد تطرع بين ساعات إلى عدة أيام زي ما احنا بنقول بالشكل ده كده هللاحظ حاجة برضو خلال الدم البيضاء وحيدة النواة أيضا تدمر الأجسام الغريبة هنا بقى لو الإصابة جديدة أن أكد برضو كده على حاجة مهمة جدا لو الإصابة جديدة يمكنها أن تتحول إلى أنواع أخرى من خلايا الدم البيضاء من خلايا الملتائمة داخل الجسم وهي الخلايا البلعنية الكبيرة الأكبر حجما الأكثر شراها الأكثر قدرة على التهام البكتيريا والمايكروبات والكائنات الممرضة يبقى هنا بتتحول لما تبقى الإصابة جديدة تشتد الإصابة بتتحول لخلايا بل عمية كبيرة ملتائمة أيضا تستطيع أن تقضي على معظم الكينات المرضة داخل الجسم أحب أن أقوي بس على حاجة مهمة جدا الخلايا القاعدية ليها دور معانا في خطوط الدفاع داخل جسم الإنسان بنأكد بقى كلا مع بعض الخلايا القاعدية ربنا يكرمكم تفرز المادة المعلدة للالتهاب ناخدها في القانا الماضي في خط الدفاع التاني بنأكد بقى كلا مع بعض تفرز المادة المعلدة للالتهاب وهي مادة الهيس طمعين أو الهيس تمين اللي بتسبب الاستجابة بالالتهاب في خط الدفاع التاني تعالي نشوف بقى كلا مع بعض أشكال خلايا الدم المختلفة فهينا الخلية اللينفاوية وهينا كلا الخلية وحيدة النواة وبأكد الشكل ده من كتاب الوزارة من كتاب المدرسي وسطي قادي شكل خلية وحيدة النواة بنواعتها الأقرب للشكل الكلوي بينما الخلية القاعدية شايفين كلا الحبابات هنا بتختلف في ألوانها وفي أحجامها طبعا في ألوانها هو حسب الصبغة اللي هي وضحيت وخليتها بتظهر بالشكل ده كده شكل النواة برضو بيبقى علامة مميزة في هذه الأنواع زي ما انتوا شايفين تحسوا ان هنا النواة فاصل واحد كبير وبعد كده تبص تقيم مسعوب بالشكل ده كده بنهاية ليلة شوية هنا النواة فاصلين متجاورين بهذا الشكل بينما القاعدية بحس ان هي بنسميها المتعادلة بنسميها متعددة الأنواة أو متعددة الفصوص بتتكون من أكثر من ثلاث فصوص بالشكل ده كده دي كده أنواع خلاية دم البيضاء لو قررنا من حيث الحجم اللي كنت بتكلم فيه من شوية أكبرهم حجما هو الخلاية وحيدة النواة لاحظ معي أصغرهم حجما هي الخلاية المفاوية اللي قدامنا ديت بينما الحجم يكون متقارب في الخلاية القاعدية والحمضية والمتعدلة زي ما احنا شايفين نرجع كده مع بعض نسيب أنواع خلاية دم البيضاء ونركز معي في الخلاية البلعمية الكبيرة اللي قدامنا ديت اللي قدامنا الخلاية البلعمية الكبيرة السابتة لاحظوا ان هي بتلتايم المايكروب وبعد كده بتبعت له ليسفلسومات فيها انزيماتها دمه بص كده للمايكروب اتبعت له ليسفلسومات دوابته قضت على المايكروب ده خلص حللته خلص من غير ما تعرض معلوماته على سطحها فهنا النوع ده من الخلاية بنطلق عليه باسم خلال بلعمية كبيرة السابتة بتوجد في أنسيجة الجسم المختلفة وتسمى بأسماء مختلفة حسب النسيج اللي بتوجد به خلال بلعمية السابتة بتتواجد في معظم أنسيجة الجسم زي ما قلنا قعد جهزة متأهبة في انتظار أي جسم غريب تقدر إن هي تتعامل معاه وبعد كده تقدر إن هي تقضي عليه تماما وتخلص الجسم منه تماما زي ما قلنا نرجع كده مع بعض تاني خلال بلعمية كبيرة بس أنية بقى المراضي الدوارة الجوالة وصف تلاقي لما بتلتام المايكروب بالشكل ده كده بتحلله الأنتجينات وتقرض أنتجينات المايكروب على سطحها مرتبطة بمستقبل بالشكل ده كده بنطلق عليه اسم بروتين الطاف كنسيجة والMHC فهذه الخلايا بيطلق عليها اسم الخلايا البلعمية الجوالة أو الدوارة خلايا البلعمية الجوالة أو الدوارة مرة تاني لديها القدرة على التهام الأجسام الغريبة تماما طب وبعدين بعد كده تاخد معلومات الكائن الممرض ده وتجمع عايزين معلومات وتعرضها على سطحها طب لما تعرضها على سطحها تبتدي تقدمها للخلايا المناعية المتخصصة اللي موجودة داخل أعضاء تغزين الخلايا الإنفاوية اللي هي داخل الغدد الإنفاوية المنتشرة في جسم الإنسل نشوف بعد كده بقى المركبات أو المعاد الكيميائية المساعدة علينا هنا أربع مركبات كيميائية أهم من بعض الكيموكينات الانتاليوكينات المكملات أو المتممات والانتالفيرونات تعالوا نشوف كده مع بعض كل نوع من هذه الأنواع والركز كده معها في دور المناعي كويس جدا 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 لو جينا شوفنا عندنا أول هذه المركبات أو المعاد الكيميائية المساعدة هو الكيموكينات تعالوا نأكد مع بعض هذه المركبات تتعاون تساعد الآليات المتخصصة للجهاز المناعي في القضاء على المايكروباط بوسائل متنوعة يلا نشوف كده الوسائل دي كده مع بعض والركز كده معي كويس جدا 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 الكيموكينات فكرتها بالظبط كده تخيلوا لما يحصل حريقة في الجسم لما يحصل حريقة في مكان بصر تاي مكان ده لو فيه علم وتكنولوجيا تبصت تاي سفرات الانزار على طول هتدرب في المكان فتنبه رجال مطافي تنبه الناس اللي في المكان ان فيه خطر ان فيه حريقة فكله يجيب بالطفيات وبعدين يجي على مكان الحريقة يبتدي يطف فيها على طول هنا لو لاحظتوا حاجة اللي نبه الناس كلها ان فيه حريقة جرس الانزار وده وسيلة جذب الناس وسيلة جذب الجميع اللي نبههم ان فيه هنا كارثة اسمها حريقة فجيك كل واحد بمعداته عشان يشارك فيه القضاء على هذه الحريقة الكيموكينات بالظبط اداة جذب بنفس الطريقة تقش بجرس الانزار اداة جذب بتجذب مين مين اللي بيستجيب ديها البلعمية الكبيرة تجذبها الموقع الاصابة عشان تقول ان هنا فيه مايكروباط وفيه اصابة جديدة لابد من القضاء عليها لابد من التخلص منها مرة تاني الكيموكينات عام الجذب تجذب الخلال المناعية البلعمية المتحركة الدورة بتجذبها بعدات كبيرة نحوة موقع تواجد المايكروباط عشان تتعامل مع المايكروباط ديت وتقضي عليها تماما زي ما قلنا نرجع كده مراض مرة تاني لو جي نشوفنا عندنا برضو الكيموكينات بتجذب البلعمية الكبيرة الى اماكن الاجسام الغريبة عشان برضو تحد من تكاثر وانتشار المايكروب اللي ممكن يسبب ليه الامراض داخل الجسد الانتر ليه كينات الحقون يا جماعة الحقون يا جماعة اداة الاتصال اداة الربط تخيلوا كده لو في واحد مثلا العربية بتاعتلت في طريقه سريع وبصت لايه كده اول حاجة يفكر فيه يمسك الموبايل يتصل باي حد من قريب واي حد عارف انه في منطقة قريبة من المكان اللي هو فيه الحقوني انقذوني هتقولي اي مساعدة عشان العربية بتاعتلت او في مشكلة عندي تبصت لايه هنا اداة الاتصال كانت الموبايل داخل جسمنا اداة الاتصال هو الانتر ليو كينات فيها تعمل كأداة اتصال وربط بين خلايا الجهاز المناعي المختلفة خلايا اللي تتعرف ان فيه مايكروب لما تطلع الانتر ليو كينات ترشط الخلايا المناعية الأخرى يمكن وإحنا بنتكلم في اللقاءنا القادم ان شاء الله نقول تكونها خلايا تي اتش او التائية المساعدة بتكونها عشان تنشط الخلايا المختلفة تبصت ايه تنشط الخلايا الباية انها تنقسم تنشط التي اتش برضو انها تنقسم تبصت ايه ليها دور مناعي جامل جدا 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 داخل الجسم تعمل كأداة اتصال او ربط بين الجهاز المناعي وخلايا الجسم الأخرى تساعد ايضا الجهاز المناعي فيه اداء وظيفته الدفاعية لانها مركبات منشطة للجهاز المناعي في الأساس يبقى لو قلنا كده المستقبلات في النبات تنشط المناع الموروسة داخل النبات فان الانتلليوكينات هي تنشط المناع المكتسبة داخل جسم الإنسان والحيوان زي ما نشوف فعالية المناع في القناة القادم ان شاء الله نرجع كده مع بعض مرة تاني سلسلة المتممات او المكملات ودي يعني اعمل بروتينات لا تستطيع ان تعمل بمفرادة لكنها لابد ان تتعاون مع الأجسام المضادة ترتبط بموقع الارتباط بالمكمل او المتمن في الجسم المضاد وهنا دي نشاطها ان هي تبتدي تقوم بدورها طيب دورها ايه ديت نأكد مع بعض دي مجموعة متنوعة من البروتينات والانزيمات تساعد على تدمير المايكروبات الموجودة في الدم ازاي زي ما قلنا لا بد ان ترتبط بالجسم المضاد تبتدي تعمل ايه بقى المايكروب زي ما قلنا بيبقى عليه بروتين بنطلق عليه اسم انتجين البروتين او الانتجين ده بنعتبره البصمة اللي على سطح المايكروب اللي الخلايا المناعية بتاعتنا بتتعرف ان المايكروب ده حاجة غريبة عن الجسم بمعنى احنا عندنا على خلايا جسمنا انتجينات او مستضدات او مولدات الضد اللي كنا واخدينها في قولها سنوات قبل كلا زي المولدة ايه والمولدة بيه اللي كانت على سطح خلايا الدم الحمراء والبيضاء زي مولدات على سطح خلايا الدم الحمراء زي مولدات الار اتش ايضا اللي بتوجد على سطح خلايا الدم الحمراء فدي عبارة عن بروتينات بنعتبرها البصمة اللي موجودة على خلايا الجسم خلايا جسمنا عليها مولدات بأشكال معينة تخص خلايا جسمنا يوم ما بيخش مايكروب جوا الجسم بيبقى عليه أنتجينات بأشكال أخرى غريبة عن الجسم لا يعلمها الجهاز المعنائي فمن مجرد ما بيلاقي أنتجن غريب ده بيتعرف عن أنتجن الغريب ده ويعرف منه الخلية دي غريبة عن الجسم لابد من معاجمتها لابد من القضاء عليها المكملات أو المتممات هتقوم بالدور المناعي ده بمعنى أنه ترتبط بالأنتجن ده وتبتدي تحلله طب لما تحلله إيه اللي يحصل للميكروب يضعف سطح الميكروب على طول طب لما يضعف سطح الميكروب الميكروب يبقى ضعيف في العموم وبالتالي يسهل على الخلايا المناعية أنه يتقضى عليه وتلتام وتخلص الجسم منه يبقى بتحل الأنتجنات الموجودة على سطح الميكروب وتزيد محتوياتها عشان تجعلها في متناول خلايا الدم البيضاء كي تلتامع وتقضي عليها تماما زي موض تعالي نشوف كده مع بعض دي خلايا جديدة بأزا الشكل فدي كده طريق تكاثر الفيروس طبعا الواحد ما بيكونش أربعة لأ ده ممكن يكون مئات من الفيروسات في المرة الواحدة أو في الجيل الواحد من كل خلايا تعالي الانترفيرونات عبارة عن إيه بقى؟ أنواع متنوعة من البروتينات يمكن أن أقول إكتشفت منها أكتر من 200 نوع بعد كده مين اللي بيكون هذه البروتينات؟ تنتاجها خلايا الانسجة بس أنية انسجة المصابة بالفيروس يبقى الخلية المصابة بالفيروس هي القادرة على إنتاج الانترفيرونات طبعا تلاقيها من مميزاتها أن هي مش متخصصة لنوع معين من الفيروسات لا ممكن تبقى حقا تصدد ضد أي نوع من الفيروسات طب هتعمل إيه بقى؟ هتطلع الانترفيرونات ده من الخلايا المصابة بالفيروس تروح للخلايا السليمة المجاورة لها تحس الخلايا السليمة ده تنهاية تعمل إيه؟ تنتج بروتينات تكون بروتينات في صورة انزيمات توقف عمل انزيمات ضعف ويطاقف تكاثرها على طول يبقى بنقول مرة تاني الانترفيرونات ترتبط بالخلايا الحياة لما تصبتش بالفيروس المجاورة للخلايا المصابة تحسها على إنتاج انزيمات الانزيمات ده تعمل إيه بقى بالزبط؟ تحسها على انتاج انزيمات أو موعد تصبت عمل انزيمات نسخ أو تضاف المادة الوراسية للفيروس تخيلوا لما تتعطن انزيمات نسخ أو تضاف المادة الوراسية للفيروس ده معناه ان تكاثر الفيروس كده يتوقف ده معناه ان الاصابة بالفيروس كده يتم الحد منه ويتم الحد من انتشار الفيروس تمنع تكاثره تمنع انتشاره بالجسم زي ما اتكلمنا كده مع بعض خلصنا كده مع بعض الأربع مركبات كيميائية زي ما احنا قلنا مساعدة للجهاز المناعي ابتدينا بأداة الجذب زي ما قلنا الكيموكينات شفنا أداة الاتصال زي ما قلنا الانتالليوكينات شفنا كمان المكملات أو المتممات شفنا كمان الانترفيرونات ودرع فيه الحد من تكاثر الفيروس أو تكاثر الفيروسات داخل خلايا جسم الانسان زي ما قلنا تعالوا نشوف بقى كده مع بعض الجلوبيولينات المناعية الجلوبيولينات المناعية أو الأجسام المضادة داخل الجسم كنا بنتكلم على المستددات أو مولدات الضد أو الانتجينات واكدنا أن هي مواد بروتينية توجد على سطح البكتيريا والميكروبيات اللي بتاخذوا الجسم بتاخذوا الأنسجة المختلفة سؤالنا الوقت بقى الخلايا المناعية الباقية بتعمل ايه مع هذه الانتجينات أو هذه المركبات بنقول بتتعرف عليها وعلى أي مكون غريب داخل الجسم ازاي فيه على سطحها حاجة اسمها مستقبلات مناعية خلايا الباقية على سطحها حاجة اسمها مستقبلات مناعية تستطيع الارتباط بازيل انتجينات يبقى الخلايا مرة تاني الباقية على سطحها مستقبلات مناعية تبقى عضحة جمي جدا في اللقاءنا القادم إن شاء الله تستطيع أن ترتبط بازيل انتجينات ويوم ما بتتعرف بتتعرف على انتجي من نوع واحد فقط لا يا غير طب ومعدين الخلايا الباقية اللي تعرفت على انتجين ده هيجي لها والكلام ده هيبقى واضح جدا في اللقاءنا القادم هيجي لها مركبات اسمها انتر فيرونات لسه شايفينها من شوية تحفزها على انقسام فتكون خلايا باقية بلازمية خلايا الباقية البلازمية ده هي اللي هتنتج الأجسام المضادة أو الجلوبيولينات المعانعية اللي بنتكلم عنها أو الآي جي زي ما احنا هنسميها النارد يبقى مرة تاني في بكتيريا في بكتيريا عليها انتجينات اللي بيحصل مرة تاني الانتجينات بتاعت البكتيريا بترتبط بمين بخلايا باقية بمين في الخلايا الباقية بالمستقبلات لسطح الخلايا الباقية خلايا الباقية بيجي لها انتر فيرونات انتر ليوكينات لما بيجي لها انتر ليوكينات تبدأ في الانقسام وتبتدي تكون خلايا باقية بنسميها خلايا باقية بلازمية الخلايا الباقية البلازمية ده قادرة على انتاج الأجسام المضادة أو الجلوبيولينات المناعية أو الآي جي زي ما نركح كلا مع بعض تاني تلتسق الأجسام المضادة وجزائيات المتممات بالبكتيريا طيب التسقت بها تبتدي بقى زي ما اتفعلنا تحلل انتجينات اللي على سطحها وبعدين اللي يحصل يضع في المايكروب تضع في البكتيريا تلتهمها بعد كده خلايا الدم البيضاء الأخرى وتقضي عليها تماما سؤالنا مما يتكون الجسم المضاد يعرفنا كده اللي بتكون الأجسام المضادة الخلايا البلازمية طيب مما يتكون الجسم المضاد داخل الخلايا ده الأجسام المضادة أو الجلوبيولينات المناعية بتتكون من أربع سلاسل بروتيناية تاخد شكل حرف وي بالشكل ده كده طبعي نتوجد في الجسم في سواء الجسم المختلف في سواء كده في الدم أو في الليمف جوه مين بالزبط جوه أي حيوان فقاري أو أي إنسان وبص اللي الجلوبيولينات المناعية ده تم انتجها زي ما اتفهم ووسطة الخلايا البلازمية ده شكل الجسم المضاد ده عندنا واللاحظوا المناطق المختلفة اللي فيه يلا نشوف كده البيانات بتاعتنا الجسم المضاد بيكون من أربع سلاسل بروتيناية في منهم اتنين طوال بالشكل ده كده نسميهم السلاسل بروتيناية طويلة أو السقيلة يبقى فيه اتنين سلسلة بروتيناية طويلة بهذا الشكل واتنين سلسلة بروتيناية قصيرة بهذا الشكل نأكد مع بعض الجسم المضاد كنا لسه بنتكلم لابد أن يعتارد بالانتجن طب يعتارد بالانتجن فأني موقع في الموقع ده ينفع أو الموقع ده ينفع يبقى ده أو ده بنطلق عليه اسم موقع لارتباط بالانتجن هتلاحظوا أن هذه المنطقة تتغير من جسم مضاد لآخر على حسب شكل الانتجن وإحنا بنتدرس البروتينات بعد كده هنعرف إن شاء الله في الار اني لو لينا عمر إن شاء الله هنعرف إن البروتين بيكون من وحدات بنائية تسمى أحماض أمينية البروتينات ترتبط فيها الأحماض الأمينية معا بروابط بيبتي دي الحمض الأمين الواحد بيبقى فيه روابط تساهمية كتير وعشان يتغير شكل البروتين عشان يتغير شكل البروتين لابد من تكون روابط هيدروجينية دي فهذه المنطقة بيتغير شكلها نتيجة تكون روابط هيدروجينية بطرق معينة بين الأحماض الأمينية تغير شكل هذا الموقع عشان كده موقع ارتباط الجسم المضاد بالأنتجين بيطلق عليه اسم الموقع المتغير زي مون دي السلسلة البروتينية الصغيرة أو الخفيفة هنا بقى اللحظ حاجة بقى أنتجين هنا أنتجين هنا فبنبص باللي هنا ممكن الجسم المضاد يرتبط بينهم بسهولة طيب لو الأنتجين المسافة بينهم أقرب من كده يعني المسافة واحد هنا وواحد هنا مثلا ممكن الجسم المضاد يضم شوية من عند المنطقة دي كده بنطلق عليه اسم المنطقة المفصلية يبقى موقع الارتباط بالأنتجين ممكن يتقرب بعض الموقع يغير مكانه يغير مكانه إزاي مرة تاني بحركة هذه المنطقة المفصلية كأنك بتقرب الصوابع بتاعتك من بعض أو تبقيتها عن بعض من عند مين مرة تاني منطقة الأمشاط في يدك زي ما احنا بنقول نلاحظ حاجة بقى الجسم المضاد ده عشان يقدر يشارك في تحليل الأنتجينات لابد أن يرتبط بالمكملات أو المتممات في أي منطقة في أزيل منطقة فبنبص باللي أزيل منطقة هذا الموقع وموقع الارتباط بالمكملات أو المتممات تخيلوا أزيل مناطق لو مش موجودة الجسم المضاد يفقد القدرة على تحليل الأنتجينات اللي بتوجد على سطح الخلال البكتيريا هنقول كمان لو هذه المواقع مش موجودة الجسم المضاد يفقد القدرة على التخلص من أي مراكمات سامة دخلت الجسم ووجب التخلص منه هنا لو مش موجود موقع الارتباط بالمكملات أو المتممات ده جسم المضاد ما يقدرش يقوم بأزيل التفاعلات هنلاحظ حاجة كل الجزء ده كده في الجسم المضاد بنعتبر منطقة سابتة شكلها يثابت في كل الأجسام مضادة بينما هذه المنطقة زي ما اتفانها هي الموقع المتغير اللي بتغير شكله على حسب الرابط الهيدروجيني اللي بتتكون بين الأحماض الأمينية اللي بتتغير شكلها حسب مين مرة تاني شكل الأنتجن المفروض الجسم المضاد ده يرتبط بارتباط يشبه بالزبط ارتباط القفل مع المفتاح تحس انهم مطبعين على بعض تماما مشان يحدث التكامل والارتباط ده لو لاحظنا حاجة السلسلة البروتينية القصيرة ترتبط بالطويلة عند ربطة كبريتيديا سناية طب السلاسل الطويلة ترتبط معنا باثنين ربطة كبريتيديا سناية السلسلة الطويلة ترتبط بالقصيرة بربطة كبريتيديا سناية السلاسل الطويلة ترتبط معنا باثنين رابطة كابريتيدية صناعية بهذا الشكل يبقى كده اجتمعة الربعية ايه الربعية اللي عندنا شبا اللي بقولك عليه الجسم المضاد فيه اربع سلاسل بروتينية الجسم المضاد فيه اربع رابط كابريتيدية صناعية زي ما شوفنا مع بعض الجسم المضاد فيه اثنين موقع ارتباط بالانتجن فيه موقع ايضا للارتباط بالمكملات او المتممات زي ما شوفنا مع بعض كده النار نرجع كده مع بعض يتميز باختلاف شكله من جسم المضاد لاخر بسبب ايه بقى اختلاف شكل سلسلة عديد الببطايد المكونة للبروتين في المنطقة لارتباط بالانتجن زي ما قلنا نتيجة اختلاف تتابع الاحماض الامينية او انواح او شكلها حتى الفراغ دي اشكال اجسام مضادة عندنا الاجسام مضادة زي ما قلنا الجلوبي والانهات المناهية او الاي جي زي ما اتفقنا قلنا لها هنا خمس انواع مختلفة نفتكرهم اي جي جي ده شكله اي جي اي اي جي ام اي جي دي اي جي اي لاحظ حاجة الاربع انواع دولا متقربين جدا في الشكل بتاعهم وكلنا عارفين هم نفس الشكل اللي احنا قلنا عليه من شوية ده بقى عديد من الجسم المضاد اللي شفناه من شوية ده فيه خمس اجسام مضادة معا مرتبطة مع بعض من الشكل ده كده اي جي ام بصب اللي هنا بدلا ما يبقى الجسم المضادة العادي فيه اربع سلاسل بروتينية ده فيه اربعة في خمسة بعشرين سلسلة بدلا ما الجسم المضادة العادي فيه اتنين مواقع ارتباط ده فيه عشر مواقع ارتباط بالانتجين بدلا ما الجسم المضادة العادي يبقى فيه مثلا اتنين سلسلة بروتينية طويلة او ساقيلة ده فيه عشر سلاسل بروتينية طويلة او ساقيلة وفيه كمان اتنين سلسلة بروتينية قصيرة زي ما اتكلمنا مع بعض نرجع كده مع بعض تاني سؤالنا الوقت بقى كيف تعمل الأجسام المضادة في مجموعة تفاعلات تدخل فيها الأجسام المضادة احنا اخد منها تفاعل التعادل والتنازل او التلاصق او الالصاق والترسيب والتحلل وابطال مفعول السموم يبقى عندي خمس تفاعلات مختلفة تحدث داخل سوائل الجسم لاحظ معايا تحدث داخل سوائل الجسم داخل الدم او اللينف يشارك فيها الجسم المضاد للتخلص من المايكروبات في اول اربع نقاط والتخلص من السموم والمركبات الضارة في النقطة الاخيرة يلا نشوف فكرة كل تفاعل من دولا شوفنا من شوية الفيروس عشان يتكسر كان لازم يقحم مادته الوراثية داخل خلية العقل في تفاعل التعادل الأجسام مضادة هتعمل تحييد للفيروس هتحييد الفيروس ده ازاي تحييد بالفيروس بالشكل ده كده من جميع الجهات وتمنعه من انه يصل لخلية العقل وبالتاني معنى انه ما لمس خلية العقل يبقى كده مش هيقدر يدخل مادته الوراثيب داخلها معنى انه حتى لو دخل جوه خلية العقل بالشكل ده كده نقصي لايه هذا الفيروس لن يستطيع ان يتكاثر داخل خلية العقل لان الأجسام مضادة وهي بتحييته كده تمنع خروج مرة تاني مادته الوراثية من هذه الخلايا اطرق اقاف الأجسام مضادة لعمل الانتجينات بها قلنا مرة تاني التعادل بيحدث لما بترتبط الأجسام مضادة بالأغلافة الخارجية للفيروس بتمنعها من الالتصاق بالأغشية بأغشية الخلايا او النفاس لداخلها فيقف نشاط الفيروسات واذا اخترق الفيروس غشية الخلايا فان الأجسام مضادة تمنع حمض النوى من الخروج من غلافه وطبعا والتناسخ او التضعف او التزايد زي ما نلاحظ التفاعل اللي جيدة كويس جدا برضو التفاعل ده بنسميه التلازن او التلاصق تلاحظوا حاجة الأجسام مضادة هنا ممكن ترتبط بأنتجينات اكتر من مايكروب جنب بعض فتعمل على التلاصق المايكروب بمعنى بص كده خليل بقيل بلازمية انتاجة اكسام مضادة اكسام مضادة رايحة للمايكروب تلتصق بها فتجمعها مع بعض بالشكل ده كده طب لما تجمعها بالشكل ده كده بنأكد مع بعض هذا التفاعل يمكن ان يكون يقوم به اي جسم مضاد ولكن في الغالب هي العظمة اللي بيقوم بتفاعل التلازم ده الجسم المضاد اي جي ام بالشكل ده كده فيعمل على التصاق او تجميع عدد كبير من الخلال بكتيرية زي ما احنا شايفين كده مع بعض فيتم ضعفها ويسؤل على الخلال البلعمية بعد كده التهمة والقضاء عليها زي ما قلنا ففي التلازم الجسم المضاد اي جي ام انا بقول مثلا الكتاب بيقول لي مثلا يعني معنى كده ان هذا التفاعل غير قاصر على الاج ام فقط ولكن يمكن ان يشارك في اي نوع اخر من اكساب مضاد هنا الاج ام مميزات اي بقى انه لدي العديد من مواقع الارتباط زي ما قلنا بالانتجينات زي ما كلنا شوفنا مع بعض عنده عشر مواقع ارتباط بالانتجينات وبالتاني يستطيع ان يرتبط باكثر من مايكروب فيجمع معا طب لما يجمعها مع بعض طبعا على نفس الجسم المضاد ده بيخليها اكثر عرضة للضعف اكثر ضعفا اكثر عرضة للالتعام بواسطة الخلايا البنعمية الكبيرة زي ما تعالي نشوف بقى المايكروب اللي جاي رقم اتنين ده كده معنا عامل حركة تمويه غريبة عجيبة رهيبة ايه حركة التمويه العجيبة الرهيبة الغريبة ديت بنجد ما عنده انتجينات حقيقية على سطحه ولكن عليه على سطحه انتجينات زي ما فيصوب على الخلايا المناعية التعرف عليها طب وبعدين جايز المناعية كده مش هيقدر يتعرف على ان دي خلايا غريبة عن الجسم تيجي هنا دور الاجسام مضاد ترتبط بالانتجينات الزي ما ديت واتو حولها الى راسب صلب طب لما تبقى راسب صلب هنا خلاص تقدر كده تعرف عليها البنعمية الكبيرة وتقدر تلتايمها وتخلص الجسم المناع زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده وشايف كده ما فيش انتجينات واضح على خلايا البكتيرية هنا فتبص كي طبعا هنا لما جات الاجسام مضاد بتحول ها الراسب صلب يسهل على مين ان هي تلتايمها مرة تاني يسهل على خلايا البنعمية ان هي تلتايمها على طوط زي ما هنا ففي الترسيب مرة اخرى ابناء بنات العزاء ترتبط الاجسام مضاد مع انتجينات الزائبة فتتكون مركبات غير زائبة تكون راصب يسهل على الخلايا البلعمية التايم الراصب ده والتخلص من هذه الخلايا المايكروبيل نرجع تاني لتفاعل التحلل وده مش جديد علينا ده احنا لسه كنا بنتكلم فيه من شوية قلنا الاجسام مضاد ده مش بتعمل بمفرد ولكن لابد ان ترتبط بالمكملات او المتممات ده منشط المكملات او المتممات ان هي تحلل الانتجينات اللي لسطح مرة تاني المايكروب وبالتالي لما يتحلل البكتيريا زي ما قلنا كأن حصل فيها سقوط بالشكل ده كده او جروح بالشكل ده ده بيعدي الى ضعف زي الخلال بكتيريا والمايكروب فيسفل على الخلال الملتايم التهم والتخلص من على طول تفاعل التحلل زي ما قلنا اتحاد الاجسام مضاد على انتجينات ينشط المتممات فتقوم بتحليل اغلفة انتجينات وازابة محتوياتها فيسفل التخلص منها بواسطة الخلايا البلعمية الكبيرة او اي نوع من الخلايا الملتايم زي ما اتكلمنا قبل كده اخر نوع تفاعل ابطال السموم احيزين نحس بس بالتفاعل ده اهميته لو اي خلايا من خلايا الجسم جات عليها جزئات سموم الشكل ده كده وصل من السهل انها تدمر الخلايا وكون سبب في تدمير اعضاء انسجة وخلايا الجسم المختلف ده لو الخلايا بمفرادة مفيش اللي هيديها قدرة مناعية من اللي هيديها جماعة قدرة مناعية بنأكد مع بعض اللي هيديها قدرة مناعية هو وجود الاكسام المضادة اكسام مضادة تستطيع ان ترتبط بالسموم تبقى الخلية حية بالشكل ده كده سليمة مية فل و14 ده ارتباط الاكسام مضادة بالسم ده ينشط المكملات او المتممات ان هي تدخل في تفاول متسلسل متدرج كذا خطوة ينتهي بابطال مفعول السموم ده طبعا كده يحدث ده التام بواسطة الخلايا البلعمية الكبيرة لتخلص الجسم منها على طول نرجع بقى كده مع بعض يبقى في ابطال مفعول السموم مرة اخرى بنقول ترتبط الاكسام ضد بالسموم بالكو مركبات بتنشط المتممات فتتفاعل مع تفاعل متسلسل يؤدي الى ابطال مفعول ويساعد ذلك على التام بواسطة الخلايا البلعمية الكبيرة خلصنا كده مكونات جهزنا المناعين مختلفة العرضة بقى عندنا شوية اسئلة كده يلا بيها راجع بقى المضادات والاسئلة ده تركز معايا قوي عشان نستفيد من اللي احنا قلنا كده مع بعض بيوضح الشكل التالي تلات اجسام مضادة مختلفة بيقول اي مما يلي يعبر عن الخلايا المنتجة لها يلا نتكلم هل انتج خلايا باقية واحدة ولا خلايا باقية بلازمية واحدة ولا تلات خلايا باقية مختلفة ولا تلات خلايا باقية متشق اتعرف على حاجة كده ازاي احكد مع بعض مرة تانية ابص الموقع الارتوبات بالانتج لما نبص الموقع اللي ارتباط بالأنتج هنا اللي هي كله يرتقط بأنتج المثلس معنى أنه كله يرتقط بأنتج المثلس يبقى كده أكيد نفس خلال بقية البلازمية اللي كوناتها فاكده تعال نشوف كده مع بعض بيقولي هنا هل أنتج خلية بقية واحدة خلال بقية اللي هي انتج اقسام ضدة خلال بقية بلازمية هل خلايا باقية بلازمية واحدة؟ آه صح ثلاث خلايا باقية مختلفة ما ينفعش ثلاث خلايا باقية متشابهة الخلايا الباقية زي ما اتفعنا لا تنتج أقسام مضادة لكن الذي ينتج الأقسام مضادة قلنا الخلايا الباقية البلازمية عشان كلا الإجابة الصحيحة هي الإجابة دي فقط لا غير بيوضح الشكل المضادة أحد أنواع الجسم المضاد IGA يبقى ده أحد أنواع IGA ما أقسى عدد من أنواع الأنتجينات يمكن أن يرتبط بها لاحظوا معي هنا قلنا الجسم المضاد يرتبط بأنتج من نوع واحد فقط لغير شكده الإجابة هنا هو نوع واحد فقط لغير بس لاحظ تفرق معي لو قال لي ما أقسى عدد من الأنتجينات يمكن أن يرتبط بها يبقى كده لو مش كاتب أنواع ديت يبقى أنا كده أقول له هذه أنتجين 2, 3, 4, 5, 6 يبقى عندي كده ستة أنتجينات مختلفة يقدر يرتبط بها زي ما شوف بيوضح الشكل ده الجسم المضاد إي جي أم ما أقسى عدد من الأنتجينات يمكن أن يرتبط بها جسم المضاد إي جي أم عنده عشر مواقع يرتبط ترتبط ب عشر أنتجينات مختلفة عشان كده زي ما قلنا هنا هنا ده يقدر على الأقسى يرتبط ب عشر أنتجينات طيب لو قال لي بقى مع هدد أنواع الأنتجينات اللي يمكن أن يرتبط بها اتفقنا الجسم المضاد لما بيرتبط بيرتبط بأنتجين من نوع واحد زي ما قد ما المسؤول عن إنتاج التراكيب الموضحة بالشكل ويجيب ليه لمصة ضداته وطبعا دي أجسام مضادة مرتبطة بيها مين المسؤول عن إنتاجها زي الأجسام مضادة لما لاحظ موقع الارتباط بالأنتجين ده هنا هيختلف عن ده يبقى ده اللي كون ده خلية بقية بلازمية غد دي خالص يبقى كده الإجابة اتنين خلية بقية بلازمية مختلفة زي ما قلنا أي الأنتجينات التالية يمكن أن يرتبط بها الجسم المضاد أبص على طول على موقع الارتباط بالأنتجين هلاقي فيه استدارة هنا بالشكل ده كده خلاص يبقى الإجابة الموقع يجيه مع الأطول زي ما احنا شايفين كده مع بعض أي أنواع خلية المناعية يمكن أن تعبر عن خلية ثلاثة واربعة على الترتيب لاحظوا معايا خلية ثلاثة واربعة اربعة دي كبيرة قوي وثلاثة دي أصغر منها شوية وأكبر من بقية الأنواع القاعدية والحمضية الاتنين عدى بعض فدولك كان ممكن أقول دي اتنين وخمسة بلعمية كبيرة أو قاعدية طب ما لو بلعمية كبيرة أو قاعدية المفروض تبقى متقربة مع الباقي دولة لنفاوية وحدة النواع طب لنفاوية دي أصغرهم واحد وحدة النواع المفروض تبقى أكبر فدي طبعا برضو كده غلط هنا وحدة النواع بلعمية كبيرة بص كده وحدة النواع أكبر من القاعدية والحمضية المتعددة أكبر برضو من اللنفاوية وطبعا بلعمية كبيرة هي أكبرهم على الإطلاق يبقى كده الإجابة طبعا هنا الأخيرة هي الصحيحة الإجابة الأخيرة مرتين هي الصحيحة وحدة النواع وبلعمية كبيرة لو غير بقى وقال لي خلي بقى لكم اتنين وخمسة يبقى كده قاعدية وحامضية زي ما احنا بنقول أي من مالي لا يشارك في القضاء على المايكروبات مين في دولة لا يشارك في القضاء على المايكروبات طبعا أنا عندي واحد دي خليت دم بيضاء اتنين دي خليت دم بيضاء ثلاثة خليت دم بيضاء أربعة خليت دم بيضاء خمسة خليت دم بيضاء أنواع مختلفة من خليت دم البيضاء منها الحامضية ومنها زي ما انتم شايفين كده زي ما احنا بنقول هنا المتعدلة والقاعدية واللنفاوية وحط النواع بهذا الشكل طبعا خليت دم الحمراء لا يشارك في القضاء على المايكروب ستة طبعا دي كده صفائح دموية أيضا لا تشارك في القضاء على المايكروب بس ستة وسبعة لا تشارك في القضاء على المايكروبات إذا كان المركب اتنين لابد أن يرتبط مع التركيب واحد ما التفاعل الذي تقوم به الأجسام مضادة في الشكل ده لاحظوا معايا واحد ده أجسام مضادة واثنين ده مكملات أو متممات وأنا من المواضح أن رشاية الخلية اتحلل بالشكل ده كده يبقى ده تفاعل التحلل على طول زي ما احنا قلنا مع بعض أبناءنا بلدنا العزاء وصلنا لنهاية لقائنا اليوم ربنا يرفعكم ويا رب نكون استفادنا من لقائنا اليوم اليوم طبعا من عارضة كده خلصنا مكونات جهازنا المناعي في لقائنا القادم إن شاء الله هناخد عالية المناع وننتهي من الفصل ده نشوف خطوط الدفاع المختلفة داخل جسمنا بس لك نخط الدفاع الأول أو الثاني أو الثالث ونشوف دور كل خط إيه في المناع داخل جسم الإنسان ربنا يوفقكم ونراكم دائما بكل خير ولا تنسوا جميع أعضاء قصرة البس المباشر في وزارة التربية والتعليم بالدعاء كان معكم أستاذ محمد الورداني خبير مادة الأحياء والجروجة في وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته